بريق المجوهرات يجذب نجمات هوليوود ففي يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من فبراير شباط عرض متجر بولغاري في مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية مجموعة المجوهرات الخاصة بالممثلات الراحلة إليزابيث تايلر تضمنت هذه المجموعة مجوهرات معروفة منها تلك التي ارتدتها أثناء تصويرها فيلم كليو باترا والذي ارتبط ببداية العلاقة التي نشأت بينها وبين بطل الفيلم ريتشارد بيرتن حقيقة ريتشارد بيرتن بتاع إليزابيث مجوهرات جميلة بتأكيد هي تحتن اختيار الرجال وكانت تايلر تعتز كثيرا بهذا العقد من اللؤلؤ والذي بيع بـ 11 مليون وثمانمائة ألف دولار وهو رقم قياسي وكان بيرتن قد اشترى هذا العقد بنحو 37 ألف دولار من مزاد أقيم عام 1969 أعتقد أنه من المدهش أن نرى ما جمعه ريتشارد وإليزابيث أثناء حياتهم الشخصية أستطيع أن أشعر باللحظة التي تأثرا بقطعة مجوهرات ثم قرروا شراءها فعندي فضول شديد للسبب الذي جعل أعينها تبرق لتلك المجوهرات المعروف عن متجر بولغاري الإيطالي الفاخر أنه يصنع مجوهراته من خامات مميزة ونفيسة ويدمجها مع خامات عادية كالخزف وخيوط الحرير والعملات القديمة وقبيل نهاية عام 2011 اشترى مجموعة المجوهرات الخاصة بتيلور من داري كريستيز للمزادات إنها واجهة للجمال للبريق للنجوم فأنا أحب إيطاليا من الجميل أن نرى تلك الأشياء خارج إيطاليا إنه لشيء مشارك توفيت تيلور قطة هوليوود المدللة عام 2011 عن عمر يناهز 79 عاما وقد حققت مجوهراتها التي بيعت في داري كريستيز للمزادات ما قيمته 116 مليون من الدولارات الأمريكية ترجمة نانسي قنقر